بحضور محافظ محافظة الدقن العقيد بشير طاهر محمد وعدد من المسلمين بالمنطقة أدى المسلمون بمدينة مساكوري حاضرة ولاية حجر لميس عدد من الختمات القرآنية والصلاة الغائب على أرواح الجنود الوطن الذين طالتهم آياد القادر من قبل الجماعات الإرهابية بوكو حرام بمنطقة باركرام بولاية البحيرة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فرح حجر لميس فضيلة الشيخ مصطفى علي حثاء المواطنين على مؤصلة الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل أن يحفظ البلاد ويعمى الأمن والسلام والاستقرار وأن ينصر القوات المسلحة الجادية على الإرهابين بوكو حرام الذين عاتوا في الأرض فسادا في كلمته محافظي محافظة الدقن العقيب بشير طاهر محمد قدم تعازيه لدوي الضحايا والحكومة والشعب الشادي مشيرا إلى أن العملية العسكرية حاسكنيتة التي أشرف عليها القائد العالى للجيش الشادي رئيس الجمهورية محمد إدريس دبيتنو سوف تقضي على بؤرة الإرهابيين والخارجين عن القانون بوكو حرام عن بكرة أبيهم موسيقى